ثروات هائلة فوق الأرض وتحت الأرض أنهار ومعاد وزراعة وموارد بشرية كبيرة جعلت من العراق بلدا غنيا بكل المعايير إلا أن المفارقة العجيبة والغريبة أن يعاني شعبه الفقر والحرمان ويتصدر قائمة الأغنياء فيه السراق والفاسدون مما ينتمون إلى الأحزاب المتنفذة والميليشيات المدعومة من إيران اتسعت الهوة وحجم الفوارق بين الطبقات المجتمعية في بلد يطفو على بحر من الثروات حتى انقسم إلى طبقات عليا تعيش الترف يمثلها الأقلية من الشعب وطبقة دنيا تحت خط الفقر تصارع من أجل البقاء بسبب الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة بحسب دراسة لمركز الأبحاث الفرنسي حول العراق حيث اتساع وانقسام المجتمع منذ تولي حكومات الاحتلال بعد عام 2003 إدارة البلاد إذ ارتفعت نسب الفقر والبطالة والفساد وصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا والأكثر فقرا مشيرا إلى أن هناك 36 مليارديرا وأكثر من 16 ألف مليونير في العراق في الجنب الآخر حيث الطبقات المعدمة وغير القادرة على توفير لقمة العيش في ظل فساد حكومي طال كل شيء فإن ثمت معاناة لغالبية الشعب العراقي في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة وارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع والمواد الأساسية ما زاد من أعداد الفقراء في البلاد حتى بلغت بحسب الإحصائية الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط لعام 2022 والتي قدرت عدد العراقيين الذين هم تحت خط الفقر بأكثر من عشرة ملايين مواطن بنسبة تجاوزت 25% فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن الأعداد الحقيقية بلغت 22 مليون عراقي ممن يعانون الفقر والحرمان مع مرور ذكر اليوم الدولي للقضاء على الفقر قبل أيام والذي يحتفل به سنويا في السابع عشر من تشرين الأول فإن ثم تتساؤلات عن الأرقام المخيفة لنسب الفقر والبطالة في العراق الغني بثروته مع وجود الميزانيات المليارية بينما يتزايد فيه عدد الفقراء بالطراد اللافت منذ عام 2003 في معادلة تكشف سطوة الفساد وهدر أموال الدولة الأمر الذي يعكس حجم الأزمات المتراكمة في البلاد وتجاهل السلطات الحكومية تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الهدر الكبير للمال العام وضعف الآليات الشفافية مما ينذر بارتفاع تلك النسب بشكل أكبر خلال السنوات القادمة